بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واهلاً وسهلاً بكم جميعاً. نهاردة اول مرة نعمل موضوع الوركشوب ده ولا. آآ خدنا مرتين قبل كده في موضوع الكلشور ميديا وشرحنا وفهمنا ان شاء الله الكلشور ميديا بنمشيها ازاي? وفلسافة الميديا. عاوزين نهاردة بقى انا عاوز اسألكم آآ او نعمل ووركشوب ده بيبقى حاجة نقاشية. بنتصور الشغل بناخد مثلاً حالات بيبقى فيها اسئلة. آآ الوركشوب طبعاً احنا بنعمله على طول في الكورسات بس آآ اول مرة نعمله في محاضرات النقاشية اللي زي كده. بخلونا نشوف على الكلشور ميديا بقى شكله ايه? ونشوف انتو ايه اللي فهمتوه في المحاضرات اللي فاتت? لهو ضروري بصراحة ان انتو تكونوا مذاكرين. ضروري. آآ اللي مش مذاكر احنا برضه وناخد الاسئلة دي فرصة للشرح. يعني مش مشكلة. اللي مش مذاكر او اول مرة يختار معنا النهاردة. الاسئلة دي ان شاء الله فرصة للشرح. ونعيد تاني لو في حاجة غمضة بالنسبة لكم. يعني هيبقى ان شاء الله مع اجابتكم. طبعاً الكلام ده كله احنا شرحناه ونبدأ بقى الوركشوب بتاعنا. لو حد حابب بقى ايه يرفع ايده ونفتح له المايك. حد حابب آآ يكتب في الشات. اهلاً وسهلاً كله كويس ان شاء الله. آآ بيقول لي. لو حد حابب نفتح له المايكروف عيده يا جماعة. بيقول لي آآ آآ كزا ولا كزا ولا كزا ولا كزا. ايه تي ام ده? يلاً انتوا بقى ايه جاوب. تي ام اللي هو مين? هلأ نمشي كده يعني بطاقة اضعف بزي ما بيقول. تي ام اللي هو مين? الثير مرتين. حلو. الثير مرتين ده بيستخدم في عزل ايه? بنستخدمه عشان نعزل ايه? واحد ده واحدة كده لحد مش فاهم عايزين نفهمه معنا. هو الثير مرتين ده عبارة عن ايه? معظم الميديا يا جماعة تبقى ميديا تانية. وآآ بنعمل على شوية تعديلات كده. صح? يعني بناخد ميديا ونروح نقطين فيها شوية تعديلات تتحول لميديا جديدة. الثالي مرتين ده ميديا كلنا عارفينها. بس عملنا فيها شوية تعديلات. ايوة بالزبط هو ولكن مضاف له مضادات. طب اللي يعرف تشوكليت زايد ايه? اوة سوري. الثير مرتين يساوي. تشوكليت. زايد. زايد ايه? مضادات حيوية دكتور. منعرف المضادات هم مين بقى المضادات دي? الفانكو عشان يضرب لي مين? الجرام بوزيتف. احسنت. من تاني? النستاتين. النستاتين. النستاتين عشان يضرب ايه? يموت ايه? الفطريات. الفانجس برافو. زايد. اه مين تاني? اتريم سارفانو. طب قول كوليستين الاول. الكوليستين نعمو. الكوليستين عشان يموت مين? جرام نيجاتف. طيب. مين تاني? اه اتريم سوبريم. عشان يموتي. جرام نيجات برد دكتور. طب قول كوليستين بموتة جرام نيجات. بس بسيه بمكن الميكروب اللي بدنا اياه. الميكروب اللي بدنا اياه. حدي يا جماعي. طب حدي يجاوبني بالعربي بلاش اللاتيني اللي بتكلم بقى بابو حامد ده. مش فهم حكي. اني روبس? لا مش عشان اني روبس. انتو عارفين ان في مجموعة كده من الجرام نيجاتف بكتيريا كده. عندها للكوليستين. الكوليستين ده سمع عن فاضل. لكن في حاجات كتير من اشهرهم مين? البروتيس. يعني البروتيس دي ما بتموتش بالكوليستين. فبنحط لهم هي وشوية بكتيريا كده جرام نيجاتف. ما يبطوش بالكوليستين اللي نحط لهم والفانكوميس نقولنا عشان الجرام. طيب. والنستاتين عشان ايه? الفانجاي. او الفانجاي. والكوليستين قلنا عشان الجرام نيجاتف. خليكم فاكرين الكلام دي. انا عايزين نبقى فاهمين كويس. عشان انا ايه? هوقعكم فشرة اعملكو دلوقتي. طيب حلو جديد. طيب ليه حطينا على كل هذه المضادات الحيوية? عشان يتحول لايه? بعد المكان اللي تشوكلت ده? كان اسمه ميديا مش كده? ميديا يعني ايه? يعني ميديا بيطلع كل حاجة. يعني ده قلب الام وحنان الام وكل اللي انت عايزه. اما نحط عليه الانتيباتيكس دي تحولوا من لايه? حاجة بقى بتطلع حاجة وبتموت بقيتها حاجات. لانتيباتيكس دي كلها مش هتعطي تتفرج ده. يتموت الاخضر واليابس والطري والناشف وكل حاجة. والمشو والمقلي مش هتخلي. فيتحول بقى لايه? يطلع علينا حاجات ويموت حاجات. هيلو جدا. طيب. احنا عايزين معناته ان انت عايز تسليكت مين? مدة المحاضرة اربعين دقيقة تقريبا. آآ مدة المحاضرة اربعين دقيقة. يلا. هنسليكت مين يا جماعة? هنسليكت الفاستيدياس. مين الفاستيدياس كلهم? سليكت الفاستيدياس ياميلي. برافو. طيب يبقى الاجابة هنا ايه? نايسيريا جونورية ولا اقول ولا 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 اقول نايسيريا صح? كل نايسيريا بتطلع على الثقر مرضي. مش كده? طيب انا باستخدمه عشان كده برضو. طيب يعني ركز كده. ركز. انا باسألك على حاجة. مش انت قلت نايسيريا نوعين مشهورين هي في نوع كتير. بس في نوعين مشهورين. نوع اسم نايسيريا جونورية. ونوع اسم نايسيريا مينين? جي تي ديس علو. نايسيريا جونورية دي بتيجي فين? جونورية بتيجي فين? بتيجي. في الجينتر. جينتر. جينتر. مسلا زي عينات الايه? هي المفروض تيجي في تحديدا. المهمة عينات جينتر. كويس? عينات جينتر. طب المينجي المينجي تي ديس تيجي في عينات ايه? صح? حاجة زي كده. طيب انهي فيهم الاسترايل وانهي النون استرايل. في استرايل. طيب والجينتر. نون استرايل. طيب تعالي بقى? على الاسترايل دي. يعني الاسترايل لو لقيت فعنا نايسيريا من هتلاقيها ايه? لوحدها ولا معها من النورمال فلورا? لا هلاقيها لوحدها? يبقى نايسيريا من نينجي تي ديس بتيجي لوحدها. هم? ركز دي بقى في الكرام طيب. النيسيريا الجنورية بقى اللي بتيجي في الجينتال سامبلز اللي هي هتيجي معها ايه? يعني لو انت خدت عينا من الفاجينا. يطلع في الفاجينا دي ايه? يطلع بكتيريا صح? جرام. ويطلع لك كمان جرام. نيجاتيف. نيجاتيف. والفاجينا فيه كانديدا ولا ما فيهوش? فيه كانديدا اللي هي فانجس يعني. طيب. ومعاهم النيسيريا اللي انت عايز تصطادها دي. اهي. اللي هي ايه نايسيريا? جونورية. طيب عشان انت تعمل لنيسيريا جونورية. محتاج حاجة تكون بتموت ايه? وحاجة تكون بتموت الجرام نيجاتيف. وحاجة تكون بتموت الفانجس اللي هو الكانديدا دي صح? الكلام ده عد علي فين قبل كده? الكلام ده يا اخويا كأنني سمعتوا من شوية صح? طيب. انما النيسيريا من اللي بتيجي لوحدها. انت كده محتاج محتاج تموت اي حد? ولا هي اساسا طلع لك لوحدها? فهمتوا اللي انا عايز اقوله ولا الرسالة لسه ما قصلتش? عزيز المشاهد اللي انا عايز اقوله المعاليك. ان النيسيريا من النيجاتيف كده كده بتيجي لوحدها ما انتش عايز تعمل لها ولا حاجة من وسط شوية مايكروبات تانية. انت مش محتاج لسيليكتف ميديا اساسا عشان تعزل النيسيريا من النيجاتيديس. انما اللي بييجي في وسط هلمة وعيلة كبيرة من البكتيريا والفنجاي هي النيسيريا جونورية. وبالتالي انت محتاج لسيليكتف ميديا يموت كل الحاجات الكتيرة الناس الوحشين دول. جرام بوزتيف والجرام نيجاتيف والفنجاي عشان تفضلك النيسيريا جونورية لوحدها. يبقى نظريا صح صح نظريا ان النيسيريا كلها بتطلع على ستاير مارتين. لكن عمليا احنا يعني يستخدم في الواقع العملي. تو ايزوليت. ستاير مارتين بيستخدم في الواقع العاملي عشان نعزل من? النيسيريا جونورية. طبعا السؤال ده مش غرض ان انا غلطك ولا اديك كده. لان برضو مش درجات يعني مش بتحان هو. لكن اللي بيقول انه بيعزل كل النيسيريا ده قصده انه كل النيسيريا بتنمو عليه ما قلناش حاجة. واللي قصده انه بيستخدم في الواقع العملي لعزل النيسيريا جونورية ده ادق واجابته هي دي اللي من واقع الشغل. فهمتوا يا جماعة? الهدف من ورق شبه هو ان انا نعيش انا وانت في واقع الشغل. انت ما متصور انت بتشتغل ازاي? طب هتقول يا دكتور وايه المنع يعني اما استخدمه في عزل النيسيريا ملينجيتيديس هي كمان. يعني لما تجي لك عين سيس اف ازراحها على بدلا ما تزراحها على تشوكلت. طب. كلام ده صح? لا يا رامي حتة ان الان 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 الاسيس اف بيجي فيه كونتاميننت فانا احتاجها عشان اعزل كونتاميننت ده حاجة ندرة. ده حاجة ندرة. في الحالة دي ممكن اه اجيب ثاير مارتن واعزلها لكن ده حاجة ندرة. المفروض ان انا ازرع عينة سيس اف. على سيس اف ده جماعة. هزرعه على ايه? هزرعه على ميديا. كزا وكزا وكزا. طب الميديا دي اخترتها بنانا على ايه? قلتلكم اهم كلمة تعرفهم. اهم كلمة تعرفهم. بنانا على طب انا ايه عندي الميكروبات المهمة اللي بتيجي في السيس اف? ايه اشهر حاجات بتيجي في السيس اف? انتو او احنا قلنا النيسيريا من. طب يلا قل لي حاجة كده استربت مين? نموني. ماشي. استربت مين كمان? اجلاكتش. اجلاكتش. طبعا ده يعني ايه محتاج مذاكرة شوية فالناس اللي مش عارفة ايه الاورجانزمات المشهورة بتجي في السيس اف متزعلوش. اه انا وابو حمد هندردش في الحتة دي واللي عايز يقول لنا برضو يقول. وبعدين هوصل لكم لحتة الميديا. ما تزعلش. تزعلش. طب لو اعايز اقول لك طب قول لي جرام بيجي في السيس اف. او يجي في عينات السيس اف. ايه? ايه? ايه كولاي. ايه كولاي صح? نعم. تبقى انت عندك دلوقتي ملاحز ايه حضرتك? ملاحز ايه? ملاحز ان فيه اورجانزم. فستيديس او. وده كمان يعتبر فستيديس. وعندك جرام بوزيتيف. وعندك جرام ايه? جرام نيجيتو. يعني عندك التشكيلة كلها. يبقى انت محتاج بتستخدم ميديا بيطلع عليها كل الحاجات دي. فاتلاقينا بقى بنستخدم ايه في السيس اف? عينات السيس اف بستخدم ايه بقى اللي طلع على الحاجات دي. بستخدم طبعا الشوكليت عشان اتقلع على الحاجات بستخدم البلود اجار. عشان يوريك بتاع الستريبت اجالاكتيا ويوريك الالفة بتاع الستريبت ايموني. وبستخدم عشان يعزلك الايه? الايكولايت? صح? حاجة زي. حاجة زي الايكولايت والجرام نيجيتف كلها. طب ليه استخدمت الشوكليت؟ وما استخدمت الشتاير؟ لأنه لو انت لقيت اورجانزمة باثوجينك هتلاقي الواحدة. مش هتلاقي معايا. فكده كده انت لو انا هي معزولة الخلقة ما انتش محتاج ان انت تجيب طب نفرض ان العينة كنت وانت عايز تازق طب في الساعة في الحالة دي مش هقولك هاتف وزرع عليه. لكن ده نادر نادر نادر. ماشي? انما تشوكليت هيطلع لك اللي انت عايزه وميت فل واربعتاشر. لو فيه طيب آآ الرامي بيقولك لو فيه استخدم سابره. تمام كده? ده برضو مهم لو انت شاكك في ايه في فانجر آآ مينجويتس. تمام? كل على حسب اللي انت اللي انت ان هو يبقى طالع لعندك في في المينجويتس. تمام? يبقى في عارفنا ليه بقى اه 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 انا قلتها لكم مرة الفاتية. امتى استخدم سيليكتف ميديا? وامتى استخدم لو العينة فها خلطة بيطة من الارجنزمات وانت وانت شاكك ان في نورمال ان فيه في وسط النورمال فلورا فعايز تعزل من وسط النورمال فلورا زي كده عينة في الحالة دي تستخدم حاجة ايه? زي ستار مارتل. لكن لو انت عندك العينة اساسا سترايل سامبل. فانت لو لقيت فيها اوارجنزمة تلاقي اوارجنزمة واحد لوحده. ففي الحالة دي انت مش عايز سيكتب ميديا ولا حاجة? انت اه اجيب ميديا بقى تكون بتطلع كل حاجة زي اللي تشكرت زي البلد. الى اخره. ماشي يا جماعة? واضح السؤال ده. هلقوا فيه تشغيل دمار? عشت معنا في المختبر شوية? تعال نروح لسؤال تاني. الكلد. بيقول لك الكلد? احنا شرحنا الكلد ولا مش شرحناهوش. تكلمنا عنه? صح? تكلمنا عنه ولا متكلمش? تكلمنا مش كده? الكلد بيقول لك بيوش بيهمين? المكونكي ولا البلد ولا تشوكليت ولا البلد زائد مكونكي. ما تتصرحش والجاوب. هو الكلد ده شغال ايه? طب كلمة اختصار لي ايه? يلا من يعرف? في حد شاطر كان بيجاوب كده. في حد شاطر كان بيجاوب. قولونا بس اختصار لي ايه? التنين مع بعض. شاطرين ما شاء الله عليكم. والل. الاكتوز. الاكتوز? الاكترايي ديفشينز. الاي ال الاكترايات ديفشينز. ديفشينت. ديفشينت يعني ناقص. ناقص الغير. اتجاوز عليا. صح? ستتها عندهم هوس بالحتة دي. واحد حطت واحدة حطة مشكلة بتقول جوزي عايز ياخد مراسي وايلا يطلقني. واحدة تقول لها ايه واي تدي له مراسك ايه واي اخده اتجاوز عليك. يعني انه هو اياخده يعني مش هيتجاوز عليها عادي يعني. كل هم جدا طبع احنا زبقيننا كله في علم التحاليل كلهم ستات هزعلوا مني ده اناها. ده اطول برنامج. علينا. ما علينا يا جماعة ما علينا. حدش يجاوز عن امراته. خدلكم كده رجالة مطيعين ومحدش يجاوز عن امراته. الكليد. سستين الاكتوز الاكترولايت دفشت. اه هي دفشت تدين اللي جابت لنا الكافية. ناقص. بغشاش. ناقص. ناقص الاكترولايت. طب هو يعني لما الكليد يبقى الايس الاكترولايت يقوم ايه? يوم مايلعبش بديلو. صح? مايلعبش. فانا ابو حمد نحط كده ايه شوية مصطلحات مايلعبش. بديلو. وما كنت باش رحلهم وقلت لهم على حكاية الفستان. وصاحبي اللي عزم عليها بفستان فانا مش هلبس الفستان. فكت عاجبة اكتشافت ان انا عاجبة لناس كتير وعجبهم موضوع الفستان ده. فالالكترولايت كون الالكترولايت دفشنت هتعجبكم برضو دي. فمش هلعب بديلو. ليه لان احنا شرنا منه الالكترولايت. خلاص كده قطع الخلف. مش نافق. طب هو الميديا بتعمل ايه بالالكترولايت? ايه فايدة الالكترولايت في الميديا? الالكترولايت دي زي الكلسام والمجنزيام والحاجات. الالكترولايت دي مش بتفيد الميديا. بتفيد بكتيريا. البكتيريا نفسها وبالذات حاجة زي مين? البروتيس صحة بوحمد احسنت. البروتيس بتحتاج الالكترولايت عشان تعمل ايه? عشان تلعب بديلها. تعمل كده. كده. تمشي. المشي بتاع البروتيس ده اسمه ايه? اسمه صح? طب انتو بتشوفوا على ايه? على بلادو على الحاجات دي. طيب ايه مشكلة يا جماعة? ومن مشكلة ما يلعب الراجل بديله وينبسط. الله. انحرم يعني اللي ربنا حلله. مشكلته انه بيخبي بقى تحتيه حاجات. اه بيخبي تحتيه حاجات. تمام? طبعا احنا ايه? احنا احنا بنحرمش اللي ربنا حلله بس احنا خايفين عليه. ان ده بيعمل حاجة في الميديا اسمها ايه? اسمها بليت? يعني الطبق منه فيه عمل لنفسه. فتقوم البروتيس تعمل الصور منك تروح مغطيه على بقية الحاجات. فتبصت لها الطبق عامل كده. هنا انت زنع مثلا هنا وماشي تمواجات كده واخدلك الطبق كله. وفيه تحت تمواجات بكتيريا انت ما انتش عارف ايه ده بالزبط. هو ايه اللي تتقول ايه? يا رب لا تكون استفقور يا اسوأ لحاجة مستخبية. مصيبة سيودة لا تكون استفقور يا اسوأ لك لبسيلا ولا اي ارجنزم من الحاجات ولا صدومون اسوأ لحاجة من الحاجات البسوجينج دي. وانت تبقى شايف كده وتروح واخد اكسيديز تاخد من هنا هو كده اكسيديز تعمل لها اكسيديز ستطلع بصدف. ولا لو رفعت الطبق فوق شوية في النور تبص تحس كان فيه بيتا هيمولسيس. طبعا مش هيبقى باين قوي بسبب اللي سورمنج مغطى عليه. فانت بقى يا عاية الحيران ايه البروتيس ده فيه تحتها ايه? تحتها سودومونس ولكن البروتيس لما ميش يضغطت على السودومونس بما يسمى انت كده خربت الدنيا. يوم من مزاياه انه يمنع يمنع ودي حاجة عظيمة جدا. يبقى دي ميزة من مزايا الكليت بسبب ان هو فهمت? يعني ايه كلمة دي طبعا احنا قونك انه يشرف بليد كونتامنيشن ده برضو فيه مواعز وعبر يامل. وفيه فوائد يعني حاجة مهمة موضوع البليد كونتامنيشن وازاي تمنى البليد كونتامنيشن وكتبه. طيب انا عايز اسألكم دي قبل منسي. هو اللي يملى الطبق ده. معناه ان الطبق ايه? يلا اجاوب بقى هذا السؤال كوشن. يساوي. يعني ادل على اختار بقى اجابة الصحة من دول. كونتينز بروتيس. يعني فيه بروتيس في الطبق. ولا بروتيس ايه صحة دول. في بروتيس والسلام? ولا معناه ان البروتيس هي اخد بالك انا بقول لك الحتة دي ليه? لقيني ده من الاخطاء الشائعة جدا اللي الناس بتعملها. اول ما يبص يلاقي فيه سورمينج يقول لك فيه بروتيس. طيب مش ممكن يكون فيه كليبسيالة? مش ممكن يكون فيه سودومونس او ستاف قريس دي ما حكينا كده? ها ممكن. ممكن والله. طيب. البروتيس اللي مليا الطبق سورمينج دول. ممكن يكونوا كم كولوني. يعني في ظنك كده بخبرتك الناس اللي اشتغلت في المايكرو كتير. كم كولوني? ممكن يملو الطبق سورمينج يا جماعة. كم كولوني? عدد نجليلة دكتور. مش لدرجة واحدة يا محزم يعني. ممكن. مش واحدة. التلاتة اربعة. تخيل. ممكن تلاتة كولونيز يملو الطبق. من اوله الاخره. الله العظيم. تلاتة كولونيز بس. طيب تخيل بقى انه ممكن يبقى فيه تحت خمسين ستين ميت كولوني من اي نوع تاني. يبقى موجود يا جماعة. مش عايزك اول ما تشوف يا اللي هو عمل زي الله. فتح بقه بقى خلاص واندهش. لا. لا خالص. ما تجريش ولا خد بالك من اللي تحت ايه. وهنا بقى يظهر لك فايدة مين? انهي ميديا بقى اللي نستخدمها عشان نيجي نعزل بقى لو فيها مسلا لو انا شاكك في ستاف اورياس لو انا شاكك في حاجة ازا كده تجيب بقى سيليكتف ميديا. عشان كده نعمل نشرح يعني ايه سيليكتف ميديا ويعني ايه الريتش منتو بكلام مني. تجيب سيليكتف ايه ميديا. يعني مسلا عايز تعزل لو ستاف اورياس. تجيب لها ايه? يعني تقول سلطة اداء. لو عايز تعزل مسلا اه بروتيس سوري او عايز تعزل سودومونس. ممكن تجيب حاجة بتمنع زيك ليد نفسه. ممكن اعمل على كليد. ممكن اعمل على مكونكي. لان المكونكي برضو بيمنع خد بالك من حتة دي. فالهدف من السؤال ده ان انا مش عايزك تجري ورا اول ما تشوف واحد يروح ايه? واخد مخصوص من عشان يشتغل ويطلع النتيجة ان فيه ويطلع عليك مضادات بقى وتعب نفسه. وفي الاخر تطلع عن دي مش هي ولا هو ده كان المفروض ان حضرتك تعمل له حساسية اساسة. ما متستعجلش على الحتة دي. فمن حسنات الكليد ومن مزايا الكليد ان هو بيمنع ليه? طيب. ايه مزايا الكليد التاني? يبقى اول ميزة. ان هو يعني 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 ما بيخليش تلعب بدلها. تاني ميزة. ديفرينشيل. انه ديفرينشيل ليه ان شاء الله? عشان ال 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 لاكتوز. مش ان حانونا سي سيستيم لاكتوز. والله العظيم احنا لو مشينا بالترتيب ومشي اسمه سي ال اي دي. السي لها فايدة والل لها فايدة والamı دي لها فايدة. اعنا قلنا ال اي دي بتمنع الاي? السورمينج. اه لازم انتم فاهمين بقى اللي انا بقوله. اي دي عن الكتار الدفاشان عشان كده يعني على hashtag. ال ال يعني نفسه مش هو اللي يعمل اللاكتوز بيحصل له ولما يحصل ولما يقوم ايه? يديني لون. يدي لون. اللون لما يلون يعمل اللي احنا بنقول عليه. تمام? عايزة بس اه شوية تفاصيل حكاية التلوين دي. هنقول لها بعد شوية. السستين ده بيغزي. طب بيغزي مين? هم وجدوا انه معظم معظم معظمهم بيتغزوا على السستين ده. لكن بتلاقي نفسها مش قادرة تتغزى على السستين. مش هتموت. هي مش هتموت. بس مش لقيا تغزية كفاية. يوم يحصل لها ايه? العدد بتاعها يقل. يقل لكن مش لدرجة انها تموت تماما. لزلك انا لو سألتك سؤال كده التصور ان جات لك عينة زراعتها على الكلد. كالمعتاد. او انت ما عندكش كلد فروح تزراعتها على الايه? على البلاط. نفرض كده. العينة دي كان فاها مسلا ايه شوية كده بشوية اه ولا اه ولا اه ولا اه ولا اي حاجة. تتوقع بتاع الاستفق يبقى فين اكتر? يبقى على الكلد اكتر ولا على البلاط اكتر? على البلاط. يبقى على البلاط اكتر. ليه? لان البراط في اكتر لكن على الكلد هيبقى الكلد ايه? اقل. ودي ميزة من مزايا الكلد. يبقى ميزة الكليد ان فيه سستين بيغزي بس. زي والحاجات دي. لكن ما بيغزيش الحاجات اللي ايه? اللي بتبقى بتوجد في الميزة التانية بدي اول ميزة. او احنا قلنا اول ميزة لسور من جمس مشكلة. تاني ميزة حكاية ان هو ايه? بيعمل الحاجات معاينة وحاجات تانية. لأ. تالت ميزة. ان هو بفيه لو البكتيريا دي بتعمل للاكتوز. اللاكتوز ايه? يطلع اسد. الاسد ده مين اللي يحس بيه? طبعا لما تقول بيطلع اسد او تقول بيوطل بيقيتش لاتنين واحد. نفس الكلام. الاسد لما يطلع مين الحس بيه? او الانديكيتور. الانديكيتور ده اللي هو زي وراءة عباد الشمس. الانديكيتور في حالة الكلد. اسمه ايه? الانديكيتور اللي في الكلد. هو الكلد لونه ايه يا جماعة? احفظها لك. احفظها لك. والله سهلا والله. الكلد لونه ايه? اخضر? اخضر ولا ازرق? ازرق اخضر مزرق. يا سيدي اخضر مزرق. ماشي? اخضر مزرق. هنقول اخضر مزرق. مزرق ليه بقى? عشان فيه حاجة اسمه بروموثايمول. بلو. هي دي. البلو ده. البروموثايمول بلو. انت طبع مش حطت بكتيريا هو كده تتبقى الدنيا الكلية. ما زرعتش عليه حاجة. لو زرعت عليه حاجة بتعمل يعني بتطلع اسد. بتتحول الدنيا الاسيدك. يقوم هو يتغير لونه من اللازرق للون ايه? اللاكتوسفرمنتر ليون ييلو. انا هعمل ييلو دي ازاي? اهو. خلها كده عشان تبقى ييلو اهو. لأ مش حلو. ما هيعمل. حاولنا خلها ييلو كده. يبقى ازا هي اه 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 هتدي لون ييلو. ماشي? زي مين اللي لونهم ييلو? مين الحاجات اللي اختص فيرمنتر على الكليب. اشهر حاجات. اللي هما الكليبسيلا شيش يا كولاين. لا مش كل الكوليفوربس. لا هنا اعتقى. الاي كولاين? كليبسيلا. اشهر اي كولاين كليبسيلا? انتيروباكتر. لأ. انتيروباكتر ويك فيرمنتر. اتقول لي جرام بوزتيف طيب? جرام بوزتيف? لأ سينيتوباكتر ماشي فيرمنتر. انتيرو كوكس. طبعا ايه? انتوا حفظين كلكم? كلنا او كلنا حفظين وحفظونا زي ما انه احنا صغنطاطين. هو ايه ده? حفظونا انه الجرام اه البكتيريا. تنقسم الى جرام بوزتيف. وجرام نيجاتيب. والجرام بوزتيف تنقسم الى ستاف. صح? وان الجرام نيجاتيف تنقسم الى لكتوز فرمنتر. ونان لكتوز فرمنتر. فبيبقى انت حضرتك في مخيلتك ان التقسيمة بتاعت لكتوز فرمنتر ونان فرمنتر دي موجودة في الجرام نيجاتيب بكتيريا بس. فما بيجيش ابدا اه اول ما تيجي تقول لواحد ايه? هي الستاف ارياس فرمنتر والنان فرمنتر. هو الا стريبت? decision انتيرو كوكس فرمنتر. الان ليجاتيب الان لان Conservation. ادهد الك engages copy.reading da재 bloodlish củ هيا. ما تستسألش كده. ده جرام بوزتيف ما بتقلش فعل كلام ده. ده الكلام ده داكتور بيتقل على جرام نيجاتيب. ده هي بس اللي فعل بايه سبب السوق الفاهم ده عند الناس? ايه السبب? السبب ان احنا متعودين? ان احنا بنزرع على بلاد وماكونكي بس. فطبعا مين اللي بيطلع على الماكونكي? الجرام بوسطف ما بتطلعش على الماكونكي هتطلع على البلاد فقط. والبلاد لا فيه ولا فيه ولا فيه ولا فيه اي بطيخ من ده. فانت ازا عايش حياتك كلها من يوم ما اشتغلت. عايش لي في وسط البلاد والماكونكي. عمرك ما تشوف جرام بوسطف ولا هتجي الحكاية دي في سكتك. مين اللي هتقعد تقول فرمنتر ونان فرمنتر اللي بيطلعوا على الماكونكي. عشان الماكونكي هو اللي فيه ايه? سوري. الماكونكي هو اللي فيه لكن البلاد دولا اللي بيطلعوا على البلاد. البلاد ما فيهوش ايه? ما فيهوش لاكتوز وبالتالي مع عمرنا ما تكلمنا على لاكتوز فرمنتشن ولا نان فرمنتشن. لكن تعالة كده ناو انت نعمل بحركة جامدة ناخد الحاجات الجرام بوسطف دي نزرعها على اي ميديا تكون بتطلع الجرام بوسطف وفي نفس الوقت فيها لاكتوز. مين الكليد بالضبط. الكليد هو عشان كي اقول لك هو فيه ميزايا البلاد ومزايا اللي ماكونكي. بيطلع الجرام بوسطف والنيجاتف لاتنين وفي نفس الوقت فيه لاكتوز وبيديك فرمنتشن وبالتالي ينفع استخدمه كدفرينشيال او بنقسين كده ايه? ميديا. الماكونكي اللي بيطلع الجرام بوسطف ده يا جماعة احنا قلنا خلاص ده يعني ميديا ما عادش حد بيستخدمها بقى. خلونا نطلع من الحاجات الاسرية دي. ماشي? الماكونكي اللي احنا بيستخدمه خلاص ده سليكتف. سليكتف. ماشي? ازا انت بقى ايه? مبتلع مبتلع بحد بتاع المشترات عندك في المستشفى. بيجيب لك الماكونكي القديم الاسري ده ونبقى نقعد مع بعضنا كده ونتكلم فيه. لكن الماكونكي اللي احنا كلنا بيستخدمه الجديد اللي هو مش جديد قوي يعني ده بقى له وعشرونمائة سنة بس هو الاحدث يعني ده بيطلع بس بيطلعش البوزيتف. لكن اللي بيطلع الجرام بوزيتف. والجرام نيجاتف طبعا. وفي نفس الوقت بيلون وفيه هو الكليد. عشان كده قلت لك اشهر حاجة جرام بوزيتف. وفي نفس الوقت الاكتوسفرمنتر هي مين? الانتيرو. كوكس. كوكس. ماشي? يعني دي نظرة كده على لان في ناس عندها مشكلة في قراءة الكليد ده بالذات. يعني ناقة يعني حد كزا حد يكلمني يقول لي احنا هرفتح مختبر جديد ولا مش عارف بنفرش معمل وبنقسس وهشتري حاجات ومش عايز يشتري الكليد مخصوص مع ان الكليد بيقدم خدمات جليلة زي مانين بنقولها هو. مش عايز يشتري الكليد مخصوص عشان هم مش متعاود يقرأ الكليد. وازمة معه قراية الكليد. هو متعاوه برضو بيفرح بالبلاده المكون كليد. وكلنا كنا كده في يوم اللي ايام يعني يا الله اخراجكم من بطوني ام هاتيكم لا تعلمونا شيئا. كلنا كنا منعرفش. كلنا منتعلم. وهو ظف ده راح تتعلم لحد ما يموت. نفكرش ان في حد عارف كل كل العلم يعني مهما كده. احنا في يوم اللي ايام كنا بنفرح بقى بالبلاده المكونكي ليه? عشان المكونكي نبص عن المكونكي نشوف النمو ده موجود عن المكونكي ولا لا يقوم يعرف ما ده جرام بوزدف ولا جرام نيجت. يعني خلاص طالما عندك ما كونكي فانت كده هتعرف. لكن هو قدامه الكليد طالع عليه مايكروب فهو مش عارف ده بوزدف ولا نيجت. نفسه ياخد سبكالشار وازراعه على المكونكي لو ايه لو زراعتك على المكونكي ما شوف هتطلع ولا مش هتطلع. فلو طلعت على المكونكي يبقى انت جرام نيجتف. لو ما طلعتش يبقى انت جرام بوزدف. مع انك تقدر احنا احنا قلنا المرة اللي فاتت. الايه الفرق بين الاورجانزم جرام بوزدف والاورجانزم جرام نيجتف وتقدروا ترجعوا له. ماشي بس عشان ايه ما نتأخرش في المحاضرة بتاعتنا. بقى فهمنا دلوقتي اه مزال الكليد ان هو فيه ستيل. فده بيعمل فيه لكتوز فبيعمل يقوم نمنع والميزة الرابعة اللي احنا لسه قلناه لسه قايلناه ان هو بيطلع والجرام نيجتف كلهم يعني ده طبق واحد يعمل كل ده تخيل طبق واحد عمل كل الحاجات دي. فيه اربع مزايل هو الخد. طيب خلونا نقول اه دي حلوة برضو. حلوة برضو الحالة دي. لو جات لك ايه تي ايه سامبل المنتظر اللي انت تعمله معها. يعني ايه تي ايه سامبل ايه اختصار اللي ايه جماعة? ng ndo احنا احنا اللي شفطينه لكن الاسبيوتم هو اللي اتكرم و جابه يعني صح? بادر يعمل حاجة جايب لنا عينة هنا فبجي تسوق لك في البتاعة ده كده. لا ما هوش استرايل. التريك الاسبيت مش استرايل ولا حاجة. ماشي? ما هوش استرايل? ابدا. ماشي? هو ممكن تكون نورمال فلورة اقل شوية من الاسبيوتم اقل شوية صغيرين. لكن هو في نورمال فلورة عادي خالص يعني. طيب. التريكة الاسبرت ده. لما انت بتيجي تعمل للعينة. بتعمل البروسيسنج ازاي? وانا اقول لك البروسيسنج تقول لها دكتور ده احنا شرحك ما اتقلش ميديا بس. سألنا على البروسيسنج كله. كلمة بروسيسنج دي كلمة واسعة بقى من اول سامبلنج. بتاع العينة. البرزرفيش هنتحطها فين? اه تزرحها على ميديا شكلها ايه? هتحطها في انهي في درجة حرارة كام. وفي سي اوتوة لمن غير سي اوتوة. والمدة قد ايه? قصة كبيرة كلمة بروسيسنج دي كلمة كبيرة قوي. بس انا قلت لك ان اللي بيسرع على الميديا بيسرع على البروسيسنج كله. لان مين القائد ده? كلمة السر في البروسيسنج هي ايه? تقولش يا ابو حمد بقى. هم يقولوا. كلمة السر يا جماعة. اللي اخواننا. ايوة ايه هو مش بس يا محازم. لا. مش ايه هو لا. الاكسبيكتد مايكرو ارجانيزم سواء كان باتجن ولا نورمال فلورة. انا براعي الاتنين. براعي الاتنين. ما هو انت لما كنت مثلا من شوية لسه الين الثير مارتن. انت استخدمت عشان ايه? عشان انت موت النورمال فلورة. يبقى النورمال فلورة برضو انت احططها في دماغك. انا عايز اموت النورمال فلورة اللي اهتيجة مع مع الباطجن ده. يبقى انت بتجيب ميديا يطلع لك الباطجن ويفطس النورمال فلورة. عايز اطلع ده وفطس ده. دي الاتنين بيبقوا في دماغك. حلو. انا بتجيب. اعمل ايه? اكون سيدر النفاة في ارجانيزم. ولا اعتبر انها مفهاش في ارجانيزم. طب اشيلها في التلاجة? ولا اشيلها اوتسات التلاجة? طب اعمل لها اول ما تيجي? ولا ممكن اشيلها شوية? وبالتالي ممكن تتشغل برضو في التلاجة. ايه الا الا صحة في الحاجات دي وايه اللي مش صحة? اتروح انت على طول? اقيل لي يا دكتور معلش انا مش مذاكر ايه هي الارجانيزمات اللي موجودة في الاندو تراكي الاسبرت. هو الاندو تراكي الاسبرت ده بنشخص به ايه? رسبيراتوري تراكتين حلو. مين الارجانيزمات اللي بتعمل او ايه اشهر مرض اساسا ايه اشهر مرض? نيمونيا. نيمونيا صح? نيمونيا اشهر مرض. طب اسمها نيمونيا. مين اشهر حاجات بقى هتعمل نيمونيا? في بكتيريا اسمها حاجة نيمونية. حاجة نيمونية. استربت نيمونية جميل انتو شطار خلص هوا. وفي حاجة كمان اسمها كليبس. ايه لا نيمونية. حلوين دول? طب ايه رأيكم? نكتفي بالاتنين دول? نكتفي يا سيدي بالاتنين دول. والله العظيم كفاية ورضى. وعدل وفضل. طيب. الاستريبت نيمونية. فاستيدياس ولا مش فاستيدياس? فاستيدياس فرجائي كمان. فاستيدياس دي نعمل فيها ايه? ها. اعتبرها فاستيدياس. حلو. يبقى ديها هتدخلها في دماغي. وفي نفس الوقت هتكونسيدر النان فاستيدياس برضي. يعني بس الاتنين مع بعض. طبعا انت لما تكونسيدر الفاستيدياس وتتعاملها على انها مين في يوم? الفاستيدياس طبعا. لانك لو رأيت الفاستيدياس ان شاء الله النان فاستيدياس دي تنحى بالتلازين اواش هتموت. دي اعدالك. انت خايف على دي انها هتموت. دي زي البسكوتة كده. انما انما النان فاستيدياس دول ولا حاجة دول الشرون مكشوفه قاعدين لك. فانت اهتم بس بالفاستيدياس وما تخافش عن فاستيدياس. لا ما تخافش. احنا قاعدين. ماشي كنا في التلاشية. ينفع ولا ما ينفعش? ما ينفعش. يبقى كي بقى اوتسايدر ايه? الريفريجريتور. يبقى برضو هنبروسيس اتوانسي ولا اقايب برضو تشتغل على طول. ما تسيبش نعينا ما تنسهاش. هلوة جميل. جميل. يبقى نشتغل على طول. ان شاء الله في التلاجة. مش هتبات. حل. وهتزارع على ايه بقى? ستريب تليموني هتزارع على ايه? يا سلاة. يعني لو زرعتها على بلط هتقول لك لا مش طرعة. لا بتطلع على بلط مش لازم التشوكليت. ولكن تحتاج مين? تحتاج سي اوتو احسن. برافو برافو. انتم ممتزونا. ممتزونا. خبر انتم مرفوعوا على مترفعوا الواو. لانه جمع مذكر ايه? سالس. حلو. جميل جمال مالوش مثال. طب خليك بس فكر المعلومة دي. ما تنساش. ما تنساش عشان انا هفكرك بها بعد شوية. طيب. ايه كمان بالنسبة ده بالنسبة للميديا وبالنسبة للايه? بتاعتها. موت. هي كمان بالنسبة لستريبت النيمونية. بقى نقول يعني ازراح على طول. يعني بسرعة. ماشي. طب هنفرض ان المريض عندو كليبسيلا النيمونية. ايه اللي بفرق بقى? عزة بتقولك اوه. لو لو برضو عملت لها هتبقى على مولر هينتون بلد. وحضرتك اللي معنا في الكورس. كورس لانت بيتك. فرحيني بس عشان هحس ان انا بعمل حاجة. ايوة ان شاء الله لسا كنو لسا شرحين حاجات دي. طيب لو كليبسيلا نيمونية. يبقى كل الكلام ده مش مطلوب بقى. هتتزري على بلد عادي. ومن غير سي اوتو. وممكن نعملها وممكن نتاخر في الاناكوليشن. ولما اعمل لها عمل لها على المولر هينتون العادي. طيب ارجع بقى واقول. لو جات لك عينة هتشيلها في التلاجة ولا مش هتشيلها في التلاجة. اعتبر نفاة ولا اعتبر نفاة طبعا. اعتبر مين? اعتبر الاصحب يا جماعة. خد بالاحوة. اعتبر نفاة طيب حلوة دي. السؤال اللي بعد. والله انا شفت حالة زي كده انا بقول لكم من الشهر. حالة من الشهر? كان بيش انت عندنا. عندها آآ نيمونيا. وكان الارجانزم اللي طالع في العينة بتاعتها كزا مرة كان طالع كليبسيلا نيمونيا. وبعدين ارسلولها عينة اندو تريكيا الاسبرت. عشان يعملولها ارسلها لنا الساعة آآ خمسة العصر. الساعة خمسة العصر. والفن المضغوط وبعدين بيتصل بيقول اعمل ايه واشيلها في التلاجة ولا اشتغلها على طول ولا بتاعه والكلام ده. اقول له ايه? ارد عليها اقول له ايه? اقول لك ايه? طب خلها طب خلها جودي بتقول لك يشتغل على طول. طب لو خلها جماعة جاي الساعة عشرة بالليل. جاي الساعة عشرة بالليل. ماشي? هو لو زرعها على طول. احنا نستفيد حاجة الصبح. مش هتبقى كملة تمنتاشر ساعة. وانشان فتشتغل على لو جاي بالليل ولا بتاعه? هو ايه فايدة انه اشتغلها على طول? هل في فايدة من اشتغلها على طول? طب انا عايز اه يعني هو فضل انه اشتغلها على طول طبعا. لكن هل هل يمكن هل هل عنده صراحة هي انها تبقى هل ممكن اه نعمل لها اه اكتر من طبعا ما ينفعش اكتر من ساعتين. لازم تشتغلها قبل ساعتين. ينفع ينفع. دي دي عنا زل دي عادي دي. اقول لك ايه خلاص الكلام. يعني ايه بقى عشان كده? واحد اه انت دلوقتي هينور في دماغك ايه? ايه جابت? اه سؤال بتاع ايه? ان يقول لك عشان كده ساعتك تتقرأ في الكتب. يقول لك عينة معرفش ايه بتتشال في التلاجة وتيجي تقرأ في الكتاب تاني يقول لك لا ما بتتشالش في التلاجة. صح? عمركش شفت كده اختلافات بين وبين الكتب وبعضيها. في حتة ان عينة عينة بتتشال في التلاجة او بتتشالش في التلاجة. اه اكيد اكيد مرة عليك اختلافات زي كده. ايه سبب الاختلافات? ان كل واحد بيبص للبريدومنانت ارجانيزم. ماشي? يعني انا ممكن يكون انا في مكان نادر ما بشوف فيه نيموني نادر. ففي الحالة دي اقول لا الله لو شكين في مقدية الشغل نشتغال على طول. لكن لو مش شكين وبنعمل فلو ابو وبيشنت احنا عارفين اهو عنده ايه قبل كده? خلاص. زي ما انا عارف ان هيك لبسيلا نيموني. عارف انه انت عنده خلاص بقى معنى الارجانيزمات دي ما عنديش مشكلة. الوند سواب. تتشال في التلاجة ولا ما تتشالش? تتشال. هي الوند سواب بيجي فاها حاجة يا قفص دي دي اسنا بيجيش. يا ممكن يجي فاها مفلس انفرونزا مكتوب في بعض الكتب بس نادر نادر نادر. طيب اليورين يتشال في التلاجة ولا ما يتشالش? يتشال. يعني هو اليورين رخر يا اتنطط علينا اقولك اليورين فيها فاستيدياس فتزمي يا عام ما احنا زرعينك على كليد. هو كليد اساسا بيطالع على الفاستيدياس. ما بيطالعش الفاستيدياس. يبقى انا خلاص كده عارفت ان العينا دي ما بيقاش فيها فاستيدياس. طيب البلد يتشال ولا ما يتشالش? الاسكندرنية بيقولوك. ايه? نعم. عايز تشيل البلد في التلاجة? بلد? خد بالك يا ابو حمد في ناس على الويتنج روم. البلد ده يا جماعة لا ما يتشالش طبعا. البلد ما يتشالش سي اس اف. ما يتشالش. انت في فرق بقى. واحد عمال يحفظ. ينقل شوية يحفظ وينسى. ويحفظ وينسى. انه واحد تفهم عارف اذا العينة دي فقى فاستيدياس بكتيريا. خلاص يبقى العينة اللي فقى فاستيدياس دول ورح تتحولوهم دارية دايرة كده دول يتزالعوا بسرعة. العينات بقى اللي فقى فاستيدياس بكتيريا. دول ايه? براحتك. وغالبا العينات اللي فقى اللي بيطلع فقى فاستيدياس بكتيريا غالبا هتلاقيهم. غالبا العينات اللي قلنا براحتك اللي فقى اللي فقى من فاستيدياس زول هتلاقيهم من القاعدة دي الجينتال سمبل. الجينتال معظمهم. الجينتال مع النومة غالبا غالبا برضو. هيبقوا لكن هنقول زرعهم بايه? بسرعة. عشان ان يصير يا جونورية. ماشي? هزا اسألكم اسأل بس حس ان هتوهو فيها. خلاص بلاش عشان ما توهكوش. بلاش. ولا اسأله? اسأله. اسأله. اسأله عشان خايفة موتوى بالقابل ما نقول معلومة دي. الواحدة موتوى مستريح. بنشتغلها بسرعة ولا على مهلناك? بسرعة ولا براحتك? لو عايزين نتكلم انجليزي بدل بسرعة وبراحتك والمصطلحات الفرفوشة العربية الجميلة دي نتكلم عن انجليزي انا ما عندناش مشكلة. اللي قلتش بسرعة بسرعة جدا. ليه بسرعة جدا? عشان ايه? عشان الجنورية? هي النيسيريا? جنورية? بتتشخص من الفاجينا لسواب? لا. غلط. ما ما بتتشخص النيسيريا يا جماعة? ما بتبقاش في الفاجينا. بتبقى على السيرفيكس. الفاجينا تحت من السيرفيكس. انتو عارفين الكلام ده يعني اليوترس فوق السيرفيكس. وبعد كده السيرفيكس وبعد كده الفاجينا تحت. النيسيريا بتبقى على السيرفيكس نفسه. وبتبقى على السيرفيكس من فوق كمان. يعني بتبقى على السيرفيكس ناحية الرحمة. لكن الفاجينا ما بتجيش فيه نيسيريا جونورية. يبقى انا مش خاف من نايسيريا الجنوري? يبقى براحتك. صح? صح الله مش صح? لا مش صح. ما اني ما فيش نايسيريا بس برضو اشتغلها بسرعة. انا ملت لك ايه? قلت لك اشتغلها بسرعة. وما ملت لكش زراعة بسرعة. هو فيه شغل غير الزراعة? اه. بشغل زراعة بحاجات تانية. ايه الحاجات التانية بقى اللي بعملها هللقتش في ايه الصغر الزراعة? مش في حاجة اسمها. مش في حاجة اسمها وتمونت? لا مش فيلم. وتمونت. وتمونت. وتمونت ده ان انت تحط شوية سلاين على العينة وتحط بص بيهم تحت الماكروسكوب. هيوريك ايه? اورجانزم جميل كده بيجي في عينات الفجينيات. وبيعمل لا مش الكاندي ده. الكاندي ده عادي خلال الصبح. لو على الكاندي ده خلال الصبح ما فيش مشكلة. مين بقى اللي بيزهر بالويتمونت? هتلاقي اعمال بتحرك. تبص كده تحت الماكروسكوب تلاقي ارجانزمي بتحرك. لازم تشوفوا خلال عشرين بكتير تلاتين دقيقة. يعني من صفر الى عشرين او تلاتين. دقيقة. على حسب بعض الكتب كدب 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 كدب. اللي هو التريكمونس. التريكمونس ده بروتوزوة برازايت. بيبقى ايه? بيبقى مطيب? مو طاير. ماشي? بيبقى مطاير. وبيموت بسرعة. فلو مرحيتش تبص بسرعة قبل ما يموت مش هتشوف حاجة. فاحنا بنفحص الاتش في اس بسرعة لاجل التريكمونس. وليس لاجل نيسيريا ولا بطيخ. لو على الكاندي ده بات ما فيش مشكلة لو على الجردانيلا فورجيندانس تبات فيه محضر يا جماعة على الموجودة على قناة اليوتيوب. طيب. فهمنا بقى يبقى ايه دي فلسافة طيب. طيب سؤال ليه بنشيل تشوكرة اجار في سي اوتوه? آآ ليه? عشان فاستيد السيدكتور اغلبها بده سي اوتو. فيه بقى اللي انا ده نجيبه ليه بقى? عشان الناس بتعتقد انه اللي تشوكليت نفسه هو اللي بيحب السي اوتو. هل في علاقة بين اللي تشوكليت والسي اوتو? لا. احنا الميكرو بنتطلع دكتور بس. مش فيه مسلا بيقولك لاجل لاجل الفجل لاجل الورد العلي الورد اللي هو مين اللي هو الميكرو أورجانيز اللي هو مين اللي هو المفروض النفاستيديس طب العلي اللي هو مين اللي هو اللي تشوكليت يعني نفرض ان اللي تشوكليت دون طالع عليه نيمو طالع عليه طالع عليه طالع عليه الحاجات دي بتحتاج نحطه في سي او تو نس ايه اللي تشوكليت عشان خطر الورد دول هم دول الورد يعني عطينا تشوكليت عشان خطر هذا احنا يا جماعة بنحط سؤال لو الدكتور قال لك انا بعيت لك عينة للمريض بس بس شوف لي في اهنة يسري ولا نفاش نيسري كلمة ورد ضغطها هتزرع العينة على ايه؟ مثلا على بلد زائد شوكليت عشان نشوف فان يسري ولا لا هتحط مين فيهم في السي او تو ومين اللي هتحطه في الكابنت العادية في الاسوري في الانكيوبيتر العادية في الاكسوجين في الهوى العادي في الامبيانت اير زي ما بيسموه هتحط البلد لوحده ولا للشوكليت لوحده ولا لاتنين حط الاتنين برافو عليك يفهموا بقى جماعة ده هو ده الشغل بقى الحافز بيروح حطت اللي تشوكليت في سي او تو وماريوش دعوا راسه والف جازمة ان يحط اللي تشوكليت في السي او تو عشان كده ساعدت يلاقي النيسيريا طلع لك على التشوكليت ومش طالع على البلد معينه نظريا المفروض النيسيريا تطلع على التشوكليت وعى البلد فخلاص الناس بقيتقول لك نيسيريا بتطلع على التشوكليت الحبيب انت لو حطت البلد في السي او تو كان طلعت علي النيسيريا كمان بس انت عشان حطت البلد برا السي او تو فما طلعتش معاك وصلت ده جماعة لذلك شفت الحتة اللي انا قلت لكم عليها انتم شاطرين هي فين انتم ممتازون اوه اما قلت لكم الستريب تنيموني يزراح على بلد ورغم ذلك حطناها فين في السي او تو يبقى بلد محطوط في السي او تو ليه عشان الستريب تنيموني يبقى احنا مش بنحط للتشوكليت في سي او تو عشان خطر للتشوكليت عشان خطر الارجنزم نزلك الارجنزم ده هو تفعر الميديا اللي احنا زرعينها عليها نخطها في السي أو تو لين السي او تو لزوم الأرجنزم ولس لزوم الميديا ان شاء الله تكون واضح طولنا عليكم طيب اخر سؤال? اخر سؤال صح? ده اخر سؤال isot? يوين اخر سؤال عشان الميرسى يا دكتور بدها برجة حرارة اجل. يعني هو ده شغال ايه? اساسا. بنزرع عليه ايه? بيساعدنا ان احنا نشخص ان الستاف اوريس دي اذا كانت ميرسى ولا لا? حلو. بناخد المانيتول سلط دول نحطه في انكيوبيتر درجة حرارتها اقل سنة كده من الانكيوبيتر العادية. الانكيوبيتر عادية بتبقى درجة حرارتها من كام لكام? خمسة وتلاتين لسبعة وتلاتين. دي العادية. طيب والانكيوبيتر اللي مش عادية خارقة دي. بتبقى درجة حرارتها اقل شوية. في كتب بتكتب لك من تلاتة وتلاتين لخمسة وتلاتين. وكتب بتقول لك من تلاتين لخمسة وتلاتين. المهم انها تكون اقل من خمسة وتلاتين. دي الحاجة اللي لازمة يعني. طيب. الانكيوبيتر درجة حرارتها اقل من خمسة وتلاتين دي. ايه الهدف منها? الهدف منها ان دي الظروف الكويسة. اللي بتنمو فيها ومش بس تنمو. تعبر عن نفسها كرزيستانت للمسيسلة. مش مشكلة. الحاجات دي تتبع موضوع المضادات الحقيقة. لكن المهم دي الظروف الكويسة اللي بنعرف مش اخص فيها بها زكاة مرسا ولا لا. طيب الظروف الجميلة دي لزوم ايه? لزوم الميديا نفسها? ولا لزوم البكتيريا? نفس النظرية اللي قلناها. عشان البكتيريا. مش عشان نفس الكلام. درجة الحرارة عشان البكتيريا. مش عشان الميديا. يبقى برضو يجي ايه الفني? آآ مثلا شغال. زرعنا مسلا على مانيتول سلطة اجار. امطلع لنا عليه مسلا ميكس. ولسبب او سبب او الاخر عملنا مسلا آآ لو تذكروا للحد لو لو حد حضر معنا زمان كنا قلنا في حاجة اسمها بنعملها لما نجينا مسلا. والافضل ان انا اعمل او اعمل عموما على حاجة على بلاد اجار نفسي. يبقى حضرتك لو زرع على بلاد اجار. على بلاد اجار. او ما عندكش ما نتول سلطة اساسا. وبيق وتشتغل ما عنديش ما نتول سلطة. هقفل انا واروح? ولا شوف بديل. لا ده نجن واعجبك. ده نشاطر قوي. ده احنا نز جمديه. انا اتصرف. اتصرف يا جماعة انا فاهم. خلاص انا فاهم. ايه انسب حاجة للا انا ما عنديش ما نتول سلطة اجار. جيب يعمل حاجة بلاد اجار واشتغل عليه. وانا هعجز يعني. وانا وانا اقول لكم ما رفيت شكل الكلونيس بتاعتها. كبيرة وصفرة وبيتها هيموليتك. لما تلاقي كبيرة وصفرة وبيتها هيموليتك. خدها وكمل عليها وعمل لها وشوفها ولا لأ. طب لما حضرتك تزرع على على سوري على بلاد اجار. تاخد البلاد اجار وتعمل له فين? ها? هعمل له فين? في تلاتة وتلاتين? ولا في سبعة وتلاتين? في تلاتة وتلاتين? يبقى تلاتة وتلاتين ده مش بتاع المانيتورسل تأجار ده بتاع الاستاف قرس يا حبيبي فوق ركز. بتاع الاستاف قرس مش بتاع الميديا. كل يبقى احنا كل الفلسفة التي نعمل عليها ونجتهد في تطبيقها انما هي خدمة للميكرو ارجانيزم وليست خدمة للميديا. الميديا شغال عشان خاطر الميكرو ارجانيزم والآ آ 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 ر آ 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 لما لقى حد بعيدت لي يقول لي سؤال يا دكتور هو المايكرو ارجنزم الفلاني باثوجينك في العينة الفلانية ولا مش باثوجينك سؤال ده جميل ده كده دي كده اول خطوة انك تكون مايكرو بايولوجست شاطر انك تعرف ايه هو باثوجينك وايه هو نان باثوجينك وايه هو الامتى يكون باثوجينك وامتى يكون نان باثوجينك وطبعا دي فهي شوية فنيات وزي ما قلت لكم لو تذكروا المحاضرة اللي خدناها اول ما بدأنا المحاضرات بعد الاجازة موضوع هتاخد قرار ان ده كده بصه جنوة تكمل ولا انا هنبصه جنوة تمام آآ في سؤال بيقول لك ايه يعني هي آآ افنان بيقول لك يعني لو سبعة وتلاتين مش هتطلع ممكن تطلع غالبا هتطلع في سبعة وتلاتين لكن المشكلة ان ممكن ما يبقاش يعني ممكن تديك يعني تطلع المفروض تطلع مرسى تلاقاها طلع بدلا ما تطلع طب انت كده آآ هتسبب مشكلة في المستشفى عندك هي آآ حضانة واحدة سؤال هي حضانة واحدة وصعبة غير لغير مايكروب فهل درجة حرارة خمسة وتلاتين مناسبة لا مش مناسبة لازم يبقى اقل من خمسة وتلاتين نشي في السؤال تاني مش فاهمه قوي سئلة مش فاهمها لما اكتب الاعرابي فوسط الانجليزي بلخبة بترتيب الكلام ما بقاش عارف اقرار طيب طولنا عليكم النهاردة بس انتو جايزاكم له خيرا ابلايتم بلاا حسنا آآ ما شاء الله الناس مجتهدة وشاطرة الناس اللي حسنا ان في حاجات مش واضحة في المحاضرة صبورة جماعة واحنا لما آآ هناخد يعني حاجات بتكمل بعضيها يعني محاضرة زي النهاردة احنا بنتكلم في الشغلة فالطبيعة بتلاقي تجيكت مضادات حيوية جاي كلام عن الميديا جاي كلام عن ايه هو فتلاقي العلم كله مفتح على بعضيه ما نقدرش ناخد موضوع في عزلة عن الموضوع التانية فا لكن انت لو صبرت معنا شوية وحضرت المحاضرات هتيجي تلاقي الامور عمالة بتنور معاك ولو آآ سمعت المحاضرة دي تاني بعد شوية هتبص تلاقي نفسك استفدت منها فايدة اكبر من اللي انت سمعته النهاردة ربما انت النهاردة تكون فهمت خمسين ستين في المية في آآ لو جيت سمعتها بعد مسلا شوية كنت سمعت محاضرات تبص نفسك فهمت تمانين تسعين في المية وده المطلوب العلم بيجي بالتراكم ما بيجيش مرة واحدة آآ والموضوع عايز صبر وعايز انت نحب العلم ونفهمها عشان كده احنا بنحاول نفهم ونشوف الدنيا بتبقى ماشية ليه ونقول ليه كل خطوة ليه وليه بنعمل كده وليه بنختار الميديا الفرانية عشان نحب العلم ده بدل من نبقى حافظين وخلاصة. آآ جزاكم الله خيرا ونورتونا ونشوفكم ان شاء الله يوم التلاتة القادم بازن الله. شكرا جزيلا وبرك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.